في الفيلم تحل الثل الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لعاية الصبر ما تعبوها تهود السلام عليكم وراء كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا والله الحمد والمنا منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة ويمكنكم التواصل عبر سائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة قدمنا لحضراتكم مسلسل عن موضوع اسمه حمل خارج الرحم وقلنا على الحمل خارج الرحم أنه مخادع الناس هتقول لك ليه ده المفروض أن موضوع سهل وبسيط جدا نعمل اختبار حمل فنلاقي الست حمل ونعمل لها صنار كده ما نلاقيش حمل جوه الرحم فيبقى الحمل ده خارج الرحم أو نشوف الحمل إنه برا الرحم أولا نكون إنه احنا نشوف إن الحمل برا الرحم ده حاجة صعبة جدا ونادرة الحدوث غالبا إحنا بنشخص الحمل خارج الرحم بإن السيدة تبقى حامل وبنعمل صنار ما نلاقيش كيس حمل داخل الرحم فتبقى الست دي حامل في حمل خارج الرحم لكن ليست الأمور بهذه السهولة لأن لازم مستوى هرمون الحمل في الدم يحدد لنا هل فعلا الطبيعي في الفترة دي يعني فيه ستات حامل ومازال لم يظهر كيس الحمل داخل الرحم رغم أن الحمل طبيعي تماما وفيه ستات حوامل ولم يظهر كيس الحمل إنه عندهم حمل خارج الرحم وهذا يعتمد على مستوى هرمون الحمل في الدم وفيه ستات حد عمل لها صنار ما شافش كيس حمل وهو صادق تماما ويشخص إنها حمل خارج الرحم لكن هو ما كانش دقيق لأنه عمل لها صنار من البطن والصنار من البطن بيشوف الحمل لما يبقى هرمون الحمل ست سبع تمن عشر تلاف وهي كان هرمون الحمل تلات تلاف فكانت حامل في حمل طبيعي داخل الرحم ويوجد كيس حمل داخل الرحم ولم يمكنه رؤيته لأنه لم يستخدم الوسيلة المناسبة وبالتالي الحمل خارج الرحم مخادع في كل أحواله وبالتالي يتأخر تشخيصه في كثير من الحالات زي الست اللي بنا نحكي المسلسل بتاعها من أول لرمضان وكيف تأخر تشخيص الحمل خارج الرحم لها نحضر الصور في الكنترول علشان نبتدي نعرضها بعد الاتصال التليفوني هناخد الاتصال التليفوني ونبقوا محضرين الصور بعد يوم واشرة طيب إحنا في عندنا فيديو إذا الفيديو التاني وصل بلغوني نبتدي نشوف هفكركم كده حضراتكم قبل ما نعرض أي حاجة هفكركم بالمسلسل اللي إحنا ابتدناه دي سيدة كانت ولدت قبل كده استخدمت لولا بكا وسيلة المنى الحمل قررت هي وزوجها أن هم يوقفوا الوسيلة دي فوقفوا الوسيلة دي واجت لها آخر دورة في شهر أكتوبر ثم في بداية شهر نوفمبر عرفت أنها حامل وقررت أنها ما تقولش لحد من أهلها عشان تخليها لهم مفاجأة في تجمعهم يوم الكريسمس وفي بدايات شهر ديسمبر اللي هي كانت حامل وكانت والدتها عندها وما تعرفش أي حاجة عن الحمل بتاعها خرجت عشان تشتري حاجات من السوبر ماركت وها داخل السوبر ماركت حسد بألم شديد وهي بتكلم واحدة من صاحبتها مما استدعاها أنها ترجع بسرعة للبيت وأول ما شافوها في البيت أدركوا أن فيها حاجة غريبة وهم ما كانوش يعرفوا أنها حامل وابتدى يبقى عندها ضربات قلب سريعة وألم شديد ورغبة في القيء واتصلت بيه الإسعاف وقالوا لها نبعتلك إسعاف ما كانتش حبة نتيجي سيارة إسعاف بالسرينة ويشوفوا الكلام ده الجيران اللي حواليها وقالت لهم لا أنا أقدر أنزل ولكن حاولت تنزل السلم لقيت في صعوبة شديدة وبالكاد حطوها في عربية عشان يودوها للمستشفى وأول ما رحت المستشفى وبلغتوا منها حامل فبعتوها لطوارق النساء وفي طوارق النساء عملوا لها اختبار حمل يكدوا أنها حامل ثم صونار ثم قاعدوا يناقشوها عن الألم اللي عندها وانتظرت فترة وبعد ساعة جي الاستشاري تاني وقاعد يسألها على نفس الأسئلة وقال لها بنسبة 99% اللي عند حضرتك ده حمل خارج الرحم ده ما وصلنا له في الحلقة السابقة قبل ما نبتدي نعرض حلقة اليوم ده حنعرض ملخص لما سبق لما نبتدي نعرض الفيديو لكن حوري حضرتكم الصور اللي بتدين الباكجراوند اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة نشوف الصور كده مع بعض الصورة اللي على الشمال الشاشة دي صورة الحمل داخل الرحم كيس الحمل نتوء صغير على الجدار الرحم اليمين اللي هو يبانى عند حضرتكو على شمال الشاشة أما الصورة اللي على شمال الشاشة اللي محطوط عليها بيه ده حمل خارج الرحم الأنبوب الأيمن اللي هو على شمال الشاشة هو اللي نزرع فيه الحمل قلنا أن الحمل خارج الرحم 98% من الحالات بتاعه بيكون في الأنبوبة والسبب الرئيسي لحدوث الحمل خارج الرحم في الأنبوبة هو ضيق أو التصاق أو التهاب أو مشاكل في الأنبيب نشوف الصورة اللي بعدين ده مكبرين شوية منطقة الأنبوبة اللي فيها الحمل خارج الرحم ينزرع كيس الحمل في جدار الأنبوبة والأنبوبة مكان لا يصلح لنمو الحمل وبالتالي هذا الحمل مقاله إلى أنه ينتهي تماما ينتهي بأن الأنبوبة تطرده ناحية البطن ويحصل للست نزيف داخلي بس يبقى بطيء وبالتدريج أو فجأة يحصل تمدد شديد للأنبوبة وانفجار للأنبوبة فألم بشع ونزيف داخلي رهيب وقد يودي بحياة الست نشوف الصورة اللي بعدها ده منظر الرحم اللي عليه الأسهم اللي لونها أزرق ده العضو الرئيسي في الحوض عندنا على الناحية اليمين من الشاشة ده الأنبوب الأيمن والمبيض الأيمن على الناحية الشمال من الشاشة الأنبوب الأيسر تشوف لما انقرنوا كده بالأنبوب الأيمن اللي حطين عليه الأسهم الحمرى دي الأنبوب الأيسر متمدد وفيه تجمعات دموية نتيجة لوجود حمل خارج الرحم تمدد الأنبوب اللي قطره رفيع قوي ده عشان يوصل للحجم ده اللي هو 3-4 سنطي بينما الديامتر قطر الأنبوبة 2-3 ملي يحدث ألم شديد نتيجة للتمدد الشديد ده للأنبوبة الستات دي بتعاني من ألم شديد جدا ده العرض الرئيسي للحمل خارج الرحم تشوف الصورة اللي بعدها وأحيانا تنفجر الأنبوبة فيحصل تجمع دمه ونزيف وقد يحدث بسرعة جدا وقد يودي بحياة الست ممكن ستات تفقد حياتها نتيجة لانفجار أنبوبة نتيجة لحمل خارج الرحم ونزيف داخلي شديد ما لم تدرك هذه السيدة خلال ساعات قليلة قد يودي لحمل خارج الرحم بحياتها شوف الصورة اللي بعدها الأعراض الرئيسية للحمل خارج الرحم نبدأ من العرض اللي موجود على شمال الشاشة قدام حضراتكم أبدومنالبين ألم شديد في البطن وأبنورمال بليدين ست حامل وبينزل عليها دم ومش عارفة له تفسير الصورة التالتة اللي هي تالت صورة من الشمال أو تاني صورة من اليمين ديزنس أو فينتنينج الست تحس بأنها مدروخة عايزة يغمى عليها نتيجة لأنها بتفق الدم حتى لو كان الدم اللي بينزل عليها مهبليا دي كميته قليلة لكن معظم الدم بيقى نزيف داخلي زي ما ورنا حضراتكم ويصاحب هذا الألم اللي في أسفل البطن العرض اللي موجود على يمين الشاشة ألم شديد في أسفل الظهر ومشهور دايما مع الحمل خارج الرحم يبقى دي ست حامل في أول الحمل بتشتكب ألم في أسفل البطن وألم متزايد بأله كذا يوم بتدى ينزل علي دم مهبلي ممكن يبقى فيه عندي ألم شديد وإن حسن نديخة وحيغمى عليها وألم شديد في أسفل الظهر وبيسمع قرب فتحة الشرق دي من الأعراض المشهورة قوي تشوف الصورة اللي بعدها دي الأعراض بتاعة الحمل خارج الرحم ألم شديد في أسفل البطن في سيدة حامل ثم عايزة حسنها يغمى عليها حسنها دايخة مع ألم شديد في أسفل الظهر مع نزيف مهبلي حتى لو ما كانش كميته كتير تشوف الصورة اللي بعدها دا بقى الصورة اللي عايزين نوري حضراتكم تخيليا كده مش تخيليا دي صورة صونار حقيقي دا صورة صونار مهبلي لحمل داخل الرحم في بدايته الخط اللي لونه الدايرة اللي لونها أزرق دي دا عضلة الرحم دا الرحم بيبان بالصونار المهبلي كده الخط اللي لونه أحمر دي بطانة الرحم الدايرة السودة الصغيرة اللي احنا حطين عليها علامة باللون الأصفر دا كيس الحمل فدكيس حمل داخل الرحم يمكن إدراكه من أسابيع الحمل الأولى لما هرمون الحمل في الدم يعلو عن رقم ألف أو تقريبا عند الإسبوع الرابع من الحمل بالصونار المهبلي شوف الصورة اللي بعدها دا برضو حمل داخل الرحم اللون لا زرق إذا ما اتفقنا الدائرة الزرق دي دا الرحم اللون الأحمر دا لبطانة الرحم المكان اللي بيتزرع فيه الحمل والدايرة اللونها أصفر دا كيس الحمل أنا آسف الدايرة اللونها أحمر دا كيس الحمل والدايرة اللونها أصفر دا الجنين اللي داخل كيس الحمل فدا كيس حمل وجوه جنين داخل الرحم دا ما يرى بالصونار المهبلي طب لو ست حامل ومشوفناش الصورة دي يبقى الست دي غالبا عندها حامل خارج الرحم تشوف الصورة اللي بعدين اه الست دي حامل واختبار الحامل بتاعها موجب وعملنا لها صنار مهبليم الرحم هو اللي حواليه الخطوط الزرقة دي دا العضو دا دايما شكله عامل زي الكموترية المقلوبة الكموترية الجزء العريض فيها ناحية شمال الشاشة والجزء اللي دايق ناحية يمين الشاشة دا الرحم اللي لونه أزرق دا وما فيش جواه أي كيس حامل زي اللي شفناه قبل كده نجيب الصورة اللي قابليها بعد اذنكم نشوف الصورة اللي قابليها ادي كيس الحمل اللي هو الدايرة اللي لونها أسود جوا الرحم نرجع للصورة اللي بعدها هنا الرحم ما فيهوش كيس حمل أيوة وفي حاجات تظليل أسود وراه احنا حطينا عليه علامة باللون الأحمر دا تجمع الدموي في الحوض خلف الرحم يبقى الست دي حامل فهي حامل عملنا صنار ما لقناش كيس حمل جوا الرحم وعندها دم متجمع في الحوض أيوة هنا يبقى فيه قلق وشك ان دا حمل خارج الرحم لمين؟ لللي متنبه لللي عارف لللي اتقرص منه قبل كده لان الحمل خارج الرحم مخالع طب ما وسهله ست حامل وعملنا اختبار حمل قنام وجب وعملنا صنار ما لقناش كيس حمل جوا الرحم لا ليست بهذه السهولة لان ممكن ما نلاقيش كيس حمل داخل الرحم رغم ان الست حامل حمل طبيعي لكن احنا عاملين الصنار بدري قبل ما يظهر الطبيعي كيس الحمل من خداعات الحمل خارج الرحم انه احيانا يدينا صورة لكيس حمل زائف داخل الرحم يعني يديك حاجة شبه كيس الحمل فانت تقول ايوة ده كيس حمل هو جوا الرحم هو مخادع في كل حاجة فياخدعك لكن الصورة اللي قدامنا دي صورة كلاسيكية جدا لرحم فاضي تماما وفيه تجمع دموي وراه فيه الحوض الست دي نزفة على الاقل تلتمائة ربعمائة سنتي في الحوض هما اللونهم اسود ده دم متجمع في الحوض الست دي بتدت تنزف وياجب تدخل جراحي عاجل للتعامل مع الحمل خارج الرحم قبل ان يودي بحياتها الصورة اللي بعدها اه دي صورة لحالة ندرة شويتين انك تقدر تشوف الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم احنا دينات دايرا اللونها اخضر اللي موجودة على شمال الشاشة قدام حضراتكم دا كيس حمل زي اللي شفناه قبل كده تمام بس موجود برا الرحم ونحية المبيض دا كاترة يقدروا يعرفوا ليه نحية المبيض عشان فيه فوليكل لكن نرجع كده للجزء اللي في سنتر الشاشة اللون الازرق دا جسم الرحم اللون الاحمر دا كيس الحمل اللون الاصفر دا الجنين اللي جوه كيس الحمل ايه دا بقى ايوا الست دي عمدها او ما نسميه في الطب هيتيروتوبيك بريجنسي اللي هي وجود حملين في آنين واحد حمل داخل الرحم وحمل خارج الرحم وهي من الحالات الشديدة النضرة واللي متعبة جدا في تشخيصها لان عينك هتروح على الحمل خارج الرحم والداخل الرحم وهو اللي هياخد نظرك وتشخيصك الست دي عمدها حمل داخل الرحم جوه الدايرة السودة الدايرة الزرق دا الرحم والدايرة الخضرة اللي برا تجويف الرحم دا حمل خارج الرحم وتحتها في اسود تتجمع دموي في الحوض الست دي حامل حمل داخل الرحم وكتير هيتخضعوا فيه وهي عملة تشتيكي بقلم يقولوا لا احنا مش عارفين القلم اللي عن بك ايه لكن لو حد متنبه شوية هيشوف حمل خارج الرحم بالصنار وده نادر ما ندرك الصورة دي بالصنار هنا شايفين الحمل نفسه خارج الرحم وكمان عندها تجمع دموي ونزيف في الحوض الصورة اللي بعدها سيدة بهذه الصورة اللي انتوا كنتوا شايفين الصنار بتاعها اللي قلتلكم عندها تلتميت ربو ميت سنتي كده دم في الحوض لما نيجي نعمل لها منظار نلاقي بحيرة من الدم موجودة في الحوض ولملاء الحمل خارج الرحم مخادع ويتأخر تشخيصه وقاتل قد يودي بحياة بعض السيدات او يودي بانبوبتها وحنشوف بقى الست اللي احنا بنعرض الفيديو بتاعها ايه اللي حصل لها في النهاية في صور تانية ولا نروح للفيديو نشوف الصورة اللي بعدين اذا ادركت الحمل خارج الرحم وكنت دكتور شاطر وعرفت اتشخصه بدري قبل ما يحصل نزيف داخلي وقبل ما حالة الست تتضهور وقبل ما الحمل يكون وصل لارقام كبيرة في هرمون الحمل او حجم كبير نقدر ان نعالج الحمل خارج الرحم بالدواء اللي قدام حضراتكو ده بدواء بعلاج بحقنة اسمها ميت ستروكسيت وهو علاج كيماوي هذا العلاج الكيماوي نديه للسيدة فيلف في جسمها ويميت انسجة الحمل هو عنده القدرة عن نموت انسجة الحمل لكن طبعا ما جيش لستة زي الصورة اللي قبليها هتلينا الصورة اللي قبليها ستة فقدة لترين بم جوه بطنها واقول انا هعالجها بعلاج تحفظي ومش هعمل جراحة عشان هعايز احافظها على الانبوبة وعايز ماعملهاش جراحة لانها الستة دي هتموت قبل ما العلاج الكيماوي ده يجيب تأثيره لان العلاج الكيماوي ده بينجح في بعض السيدات نجي بالصورة اللي بعديها وبعض السيدات يفشل وعشان ينجح بياخد 48-72 ساعة عشان تقيم هو نجح ولا لا وبالتالي يمكن استخدامه في الحالات اللي انت مشخصها بدري وحالة الستة العامة جيدة ومستقرة وما نزفتش كتير وما عندهاش أنيميا وما عندهاش نزيف داخلي جديد وحجم الحمل خارج الرحم صغير ومستوى هرمون الحمل في الدم قليل فمرة قدت إحدى البرامج التلفزيونية وجالي اتصالها على الهوى كده واحدة قالتلي أن مرات ابني وعندها حمل خارج الرحم ومستوى هرمون الحمل في الدم 4000 والدكتورة ده حقنة عشان يموت الحمل خارج الرحم وقلت لها رد الواحد كده مش هتنفع خلط وقمت قفل ليه مش هتنفع لأنها تخالف القواعد مستوى هرمون الحمل ده أعلى من اللي المفروض يتكلم فيه ده فجئت بعد 24 ساعة بأن نفس هذه السيدة جايبينها في عيادتي شايلينها لأنها حصلها نزيف داخلي شديد وكانت على وشك الوفاء جايبينها لأن كان حد مستني أن الحقنة دي تجيب تأثير وطبعا كان اختيار الحالة غلط لاستخدام الحقنة دي شوف الصورة اللي بعديها هذه الحقنة بتنجح في بعض الحالات وفي بعض الحالات تفشل وعشان نسمح باستخدامها لها معايير معينة عشان تقول الست دي ممكن نديها العلاج الكيميائي العلاج التحفظي ما نعملش جراحة وليها معايير بعد ما تديها أن نشوف أن فيه استجابة جيدة لهذه الحالة هنشوف بقى الست اللي احنا بنتبعها في الفيديو بتاعنا نشوف آخر صورة ونشوف الست اللي بنتبعها في الاسم الحقنة كده ميستروكسيت وليها جرعات وتركيزات ملكوش أن تتعوا بالكلام ده يعني لكن هي من العلاجات الكيميائية التي تميت أنسجة الحمل سريعا ننتقل إلى الفيديو ونرى ملخص لما حدث في الحلقات السابقة ثم نرى أحداث ودراما حلقة اليوم نشوف كارلو صوته كارلو صوته كارلو صوته اش س Pengلال ده الملخص ست حامل ما تعرفش حاجة غير انها حامل فجأت بألم شديد ثم الألم بقى متصاعد ومتزايد خلال فترة قصيرة مما انقلقها جدا استدعى انها تروح المستشفى في المستشفى قالت لهم بقى ان انا حامل عملوا لها اختبار حاملة في الدم قالوا لها ده هرمون الحامل قليل قوي عن المدة اللي انت بتقوليها ان انت بحامل وعندك ألم شديد وعملوا لها صنار مهبلي وقالوا لها احنا بنشك او انتظري كده لما يجي الاستشاري حانا هتقول الكلام ده ولما يجي الاستشاري قعد يناقشة تاني وقالها بشك ان عندك حامل خارج الرحم خلاص ثواني وحينتهي الجزء السابق ونرى الحلقة الجديدة نكمل نقص هي الوقت فكرة هي بتقول كنت يوميها يوم 5 ديسمبر وعملوا لي اختبار الحاملة في الدم وطلع رقمه 399 هنشوف الارقام وهنشوف تتبعاتها وبناء عليه هنشوف حكمهم على الحالة ان دي حالة حمل خارج الرحم بهرمون الحمل قليل فهل ممكن ما نعملش جراحة نشوف نكمل كده سبعة ديسمبر طلع هرمون الحمل زاد ما بين يوم سبعة لتسعة ديسمبر سبت هرمون الحمل عند ارقام ستمية وكسر هرمون الحمل ده ما بيتضعفش تضاعف طبيعي خلال يومين وده بيقول ان الحمل ده غير طبيعي وده من مواصفات الحمل خارج الرحم دي حاجة نوقف كده حاجة من الحاجات اللي مش مظبوطة في متعامل مع حالة دايما لما بيجي لنا أكيوت أبدو من ألم شديد في البطن من الأساسيات في علم الطب انك ما تديش مسكنات شديدة دايما العين بيصرخ من الألم فدايما ما نديش المورفين والمسكنات الشديدة اللي بتضيع الألم لان وصف الألم ومكانه وطبيعته بيساعدنا كأطباء في تشخيص الحالة ومتبعتها وتقييمها هم ادوها هنا مورفين فالمورفين ضيع الألم تماما وبالتالي ابتدوا يحسوا ان هي بتتحسن وهرمون الحمل ابتدى يثبت يبقى الحمل خارج الرحم ده ما بيزدش ما بينموش نكمل قالت اسم الحقن اللي انا بقول له حضراتكو عليها ده العلاج الكيميوي اللي نصحوها قالوا لها طالما حالتك العامة مستقرة والألم ابتدى يقل وهرمون الحمل ابتدى يقل وما فيش حمل كبير قوي ما فيش مانع ناخد العلاج الكيميوي اللي اسمه مستروكسيت ابتدوا يوم ايه؟ يوم 10-11-12 ديسمبر وحنشوف حيفضلوا يدوا قد ايه؟ وهل اللي اتعمل ده كان ممارسة طبية صحيحة ولا خطأ؟ نشوف قالوا .. لذا فإنما يشعر ايضاً ويجب أن أتركوا في القرآن للجميع المادرات لم يكن لديهم أعادة المادرات، لم أكن لديهم أعادة المادرات ولكن الهجاجة كانت يتركوا فيه، حتى مع المتلطقة ويجب أن تشعروا مضوحاً من ذلك، وقالت أعادة عمرضة شكرا للمشاهدة نرجع هي بتقول قرروا إن بدوني الحقنة دي لما بدوني الحقنة دي كانت تجربة مش ظريفة خالصة باد إكسبيرين زي ما هي بتقول لإن كنت بأخذ الحقنة يوم بعد يوم وأروح تاني يوم عشان أعمل صنار مهبلي وأعمل اختبار حمل في الدم عشان أتابع مستوى هرمون الحمل والحقنة دي كانت علاج كيميوي فهي لها تأثيرات سلبية كتير على جسمي ودوني منها جرعات كتير يوم وبعدين هرمون الحمل ما بينزلش وبعدين بيقول حتى وأنا باخدها هرمون الحمل استمر في الزيادة ودي أولى علامات إن الحقنة دي ما بتجيبش نتيجة وكان يجب التوقف وبعدين ادوني منها جرعات عالية ودي حاجة تانية بتهد في صحتها لإنها في الآخر علاج كيميوي وفي النهاية بعد عدة جرعات ابتدى هرمون الحمل يقف عند نفس المستوى وابتدى يقل بدرجة بسيطة بس خلال الفترة دي أنا كنت بتردد على المستشفى كتير عشان بعمل اختبارات كتير كل يوم شكت إبرة بحقنا وتاني يوم شكة علشان نعمل تحليل الحمل الرقمي عشان نتابع لحد ما هرمون الحمل أخيرا استقر ويمكن ابتدى ينزل شوية خدت قد إيه؟ خدت من يوم 10 ديسمبر حتى أواخر شهر ديسمبر قرب فترة الأعياد والأجازات في آخر السنة وأعياد الكريسموس عندهم نشوف إيه اللي حصل للسيدة دي في السنة الجديدة نتيجة لأخذ قرار مش على المعايير الطبية نشوف كده ثالثي قد رابطة اخذ قابل بتقول أنا فاكرة اليوم ده كان يوم ما بين كريسمس لأول السنة الجديدة ما بين يوم 29 ليوم 31 ديسمبر في فترة الأجازات والأعياد والدنيا فاضية وبتقول الدنيا كانت برد جدا لقيت المستشفى بيكلموني قالوا لي لأ هتشوفوا أنا حسبقكم شوية المستشفى بيكلموني قالوا لي لأ آخر مستوى لهرمون الحمل في آخر مرتين ما بينزلش وإحنا الدنياكي جرعات كبيرة وعلى عدد مرات كتير وعلى عشرين يوم بنحاول ننزل هرمون الحمل ده ونحاول نتفادى أن نعمل الجراحة لأي الكلام كده مقلق هتلاقي السكرتيرا والنيرس الحكيمة من المستشفى بتتصل بيها وتقول لها إحنا عايزين نشوفك لإن حنعيد تقييم الموقف فلو سمحتي تنتهي فترة الأعياد بعد يوم واحد يناير أو يوم واحد يناير ودجلنا ونشوف إيه اللي حصلها نكمل مستوى هرمون الحمل لسه 300 إحنا بدين وهو كان 600 وبقالنا عشرين يوم منزلش إلى النص عايزين نشوفك يوم 2 يناير اتصل بيها لها بعد إحنا خلصنا الأجازات هرمون الحمل بتاعك ما كانش بينزل إحنا عايزين نشوفك إحنا عايزين نشوفك يوم 2 يناير لا 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 الموضوع مقلق وإحنا ما صدقنا خلصنا الأجازات ورجعنا حظها كان سيء كمان إن الكلام ده بيحصل فترة الأجازات فإحنا رجعنا يوم 2 يناير عايزين نشوفك هل؟ طيب الوقت بس فاضل أي حاجة في الفيديو طيب خليكوا فاكرين بقى إن إحنا وقفنا إنه عند يوم 2 يناير في بداية العام الجديد تم الاتصال بيها وإبلاغها إن آخر تحليل كانت مش كويسة وإن إحنا كنا متعطلين في فترة الأجازات وعايزين نشوفك ضروري لإن كده الحمل ده خارج الرحم مستمر ولا يستجيب للعلاج الكيموي والنتيجة كده مقلقة وبقالنا 20 يوم بناخد في جرعات من العلاج الكيموي وهرمون الحمل منزلش إلا النص تقريبا وده شيء بالنسبة لنا بيقول إن الاستجابة سيئة هذه الاستجابة سيئة من أيام قبل كده لكن اللي حظها السيئة الدنيا دخلت في بعض ورغبة الأطباء في إنهم يعملوا لهاش عملية وإن يفادوا إن يعملوا لها عملية وإن يحافظوا على الأنبوبة بتاعتها حنشوف هذه الرغبة انتهت إلى إيه الحلقة القادمة انتظرونا في الحلقة القادمة والحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى حيث سنرى مصير هذه السيدة حيث الطريق إلى جهنم دائما مفروش بالنوايا الحسنة معانا اتصال تليفوني خلوا الفيديو عندكم نشوف حناخده ولا معانا اتصال تليفوني تفضلي تفضلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بحضرتك أنا كنت حلية حضرتك الإصباح وفات والخط فصل أهلا بعدت لحضرتك وقلت لك إن النبض ظهر وقلت لي وقفة السيدوفاز يعني أنا بتابع مع الدكتورين الدكتورة قريبة مني والدكتور بعيد عني شوية الدكتورة اللي أنا رشت لها في الأول قالت لي إن النبض ظهر والجنين حجمه خمسين يوم أي؟ أولا اسمه سونار مهبلي نمرة 2 كون إنه عمل لحضرتك سونار من البطن هذا خطأ ولا يعتد بيه ومش أي له فايدة غير إنه رعب حضرتك حضرتك من منطقة أرياف فهو خايف يقولوا عليه الكلام الجاهل اللي بيقولوه السيدات إنه عمل للست سونار من تحت وإزاي يعمل لها سونار من تحت ده مش يسقط ده يا دكتور فراعى كلام الناس ولم يراعى قواعد المهنة الطبية فأم عمل لحضرتك سونار من البطن وأم أقل لك إيه ده ده مش باين فابتدى يقلق حضرتك تمام؟ الألأ هنا جه لأنه خالف القواعد الطبية وخالف القواعد الطبية عن علم وعن إصرار وليس عن جهل وخالف القواعد الطبية إرضاءاً لولدتك وخالتك وعمتك اللي كانوا معاكي وليس إرضاءاً لربنا هو حضرتك الدكتورة اللي أنا طب حضرتك هو الدكتورة اللي أنا بقول لك عنها في الأول شافته من فوق قالت لي جنين أمه خمسين يوم وفيه نبضه وكويس وما فيشها لما هو رحت له بعدها بسنطرة اليوم يعني هي آخر دورة لي كانت يوم فتة وعشرين اثنين فلما شاف من فوق بالصنار العادي من فوق قال لي هو الجنين مش باين نطر هو أنت أخذ دورة ليك إنت هتوست عشرين اتخضوا وخضيني قال لي لأ حاركي من تحت فلما اتشف عليها من تحت قال لي هو الجنين حاج مصغير فأنا قال أنا من كلمة الجنين حاج مصغير أنا ما بنامشه خايفة أنا معايا طفلين تلات حاجات قلناهم قبل كده أكتر من مرة في البرنامج ده وحنقولهم تاني التلات حاجات لو ما تعملوش مش هنقدر نعرف الحمل ده كويس ولا لأ أقولهم وتسمعيهم كده وتقوليلي نفستي ايه منهم واحد عمل اختبار حملة رقمي في الدم ما تمش اتنين عمل صنار مهبلي عمل صنار مهبلي ما هو بعد محاولة من صنار البطل ده ما جاتش في الجملة كده تلاتة تاني هو اختبار حملة رقمي في الدم عمل صنار مهبلي تلاتة عند دكتور جيد يوثق في رأيه وكلامه أربعة أربعة يتم تكرار هذه الخطوات التلاتة بعد عدة أيام طب هو هو حضرتك يعني ايه فأنا أسفل حضرتك هو يعني ايه جنين حزمه صغير معرف يا فهنم حضرتك بتسأليني حضرتك بتسأليني عن ما رأاه هو وما قاله هو وأنا لا أعرف هذا يرى ولا يحكى عنه طب هو المفروض ورمون الحامل الرقمي يبقى نسبته قد ايه لما حضرتك تعمليه وتقول لنا نقوم نقولك ده مناسب ولا لا يعني ممكن عمله امسة مثلا بكرة عادي الوقت الساعة كان في ايدك تمام هو حضرتك يعني ما تقلعيش الساعة أربعة وعشر تقدري تعمليه الساعة أربعة وحضاشر دقيقة طب هو حضرتك بيقول لي يعني ما تقلعيش إن الجنين حجمه صغير ممكن حصل حمل في الجزء التاني متضويت هو حضرتك اختبار حمل رقمي في الدم صنار مهبلي عند طبيب جيد كلامه موثوق فيه تكرارهم بعد عدة أيام لو حضرتك سألتيني لمدة ساعات مش هيتغير كلامي لإن هو مفيش حاجة غير كده ومفيش بقى إيه هو شاف كذا فقال لي كذا إنت إيه رأيك زي اللي بيديعتلي كل يوم معرفش معرفش ليس معرفش جهلا معرفش لإن ده يرى أنا معرفش هو شاف إيه هذا يرى الحمل والصنار بتاعه يرى ولا يحكى عنه يحكم عليه من يرى الحالة وليس من يحكي عنه لإن اللي قاله لحضرتك ده كلام الكلام ده معلوهوش جمرك زي ما بيقوله ها كلام ده الحمل كويس ده كيس الحمل كويس قال لي كيس الحمل شكله مربع مرة واحدة قالت كده وقال لي كيس الحمل شكله متعرج وقال لي كيس الحمل فيه انفصال وقال لي فيه كيس الحمل شكله متزلزل وقال لي كيس الحمل شكله متعرج وقال لي كيس الحمل شكله منقرش هو يقصد يا دكتور ما تسأليه أنا أعرف منين حضرتك فاكرة أن ده كلام طب فأنا أقدر أقيمه لكن اللي طب بقى وقدر أقوله حضرتك أن إذا كانت آخر دورة يوم 26-2 فمفترض أن حضرتك الآن تقترب من شهرين حمل وحوالي 7 أسابيع وبالتالي عند هذه المرحلة يجب أن يظهر بوضوح كيس حمل داخل الرحم وفيه جنين وفيه نبض بالسونار المهبلي ويظهر بالسونار من البطن ما لم يكون الجهاز اللي بيتستخدمه الدكتور جهاز إمكانياته قليلة شوية أو الست مليانة شوية طعم؟ يتأخر ده أسبوع اللي حاجة عشان كده قلنا إيه تاني اختبار حمل رقمي في الدم وسونار مهبلي عند دكتور جيد يوثق به وتكرارهم بعد عدة أيام لمقارنتهم ببعض فحضرتك اللي احنا بنقوله لتقييم الحمل ده فيه خطوات حضرك ما عملتهاش عشان كده تقييم الحمل ده مش مصبوط معنا اتصل ترفوني آخر تفضل يا أستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا بكتور أهلا بحضرتك حاجة دلوقتي حقنة اللي منع الحمل دي غلط ولا غلط ولا صح وسيلة من وسائل منع الحمل زي أي علاج في الدنيا لها ميزات ولها عيوب وليها عينين تناسبهم وليها عينين لا تناسبهم وليها عينين حيستريحوا عليها جدا وليها عينين حيحصلهم عليها مشاكل ومشاكل كتير وكبير فما فيش حاجة كده اللي اسمها غلط وصح وبتعمل عقم وبتجيب سرطان زي أي دوة في الدنيا له ميزات وله عيوب وله العينين لا حيستجيبه والعينين لا وفيه ستات حتفدهم جدا ويقولوا الله هيلة وفيه ستات حتقول ملعونة وشفت وعانيت منها واحد اتنين تلات فالمهم أول حاجة هو الاختيار هل المريضة دي يناسبها هذه الوسيلة من منع الحمل ولا ممرة اتنين بعد الاختيار تجربتها ومتبعتها وتقييم تأثرها في الست دي فما فيش كده حلو ووحش ما فيش أبيض واسود في الطب فيه درجات كتيرة ما بينهما تناسب ده لكن مثلا مثلا يعني فيه حاجات بقى ايه اسود واضحة أنا من عائلة كلنا بيجي لنا جلطات وانا جات لي جلطة في رجلي قبل كده أقدر أخذ اقراس من الحمل اتكلمش عن الحقان اقراس من الحمل لا فاندبقى رأس من الحمل تسناقية الهرمون ممنوعة في حالة حضرتك منعا تام لأنها تزيد الجلطات خلاص يبقى دي وحشة للست دي يبقى دي مش مناسبة لدي لكن حقا منع الحمل اللي حضرتك بتقول عليها دي فيه ستات هتحكي عنها انها هيلة وجميلة وظريفة ويعني ما شفتش أحسن من كده وفيه ستات هتقول ده أنا عملت وسوت فيه لأن هي زي أي دواء له أعراضه الجانبي فمن يناسبها هتبقى كويسة لي غالبا إن شاء الله ومن لا تناسبها قد تعاني من مشاكل منها تمام تنامي يا دواء وبالتالي عشان يتحكم عليها هي تروح لدكتورها واللي كتبه لها ويشوف هي نوعيتها تناسبها دي ولا لأ ويديها في الأول جرعة بسيطة ويشوف هيحصل منها مضاعفات ولا لأ وزا حصل مضاعفات ولا الحمد لله احنا استخدمنا جرعة بسيطة ما بتقعدش فترة طويلة فخلاص ما نستخدمهاش تاني وزا استريحت عليها نقوم نستخدم الجرعات العالية ونستخدمها لفترات أطول فيه اتصال آخر أنا مش سامع لو فيه ندخله تفضل تفضل ألو أيوة فن أيوة حضرك ألوة تفضلي تفضلي أيوة أنا عايزة أسأل أنا حملتي مرتين والحمل مش رادي جبتي يعني استجاب معي يعني إيه حملت مرتين والحمل مش استجاب معي يعني إيه مرة قطي في خمس شهور ومرة بدي نزل في خمسة وخمسين يوم أيوة يبقى حصل حمل مرتين ولم يكتمل المرة الأولانية اللي نزل في خمس شهور دي كما تقول السيدات المصريات إجهاض في خمس شهور ده اسمه ولادة مبكرة تمام أما المرة التانية حصل إجهاض مبكر في أول شهر ونص حمل وإحنا قلنا قبل كده في البرنامج ده أكتر من مرة إن دول حالتين مختلفتين تماما تقول السيدات تقولك في الآخر الحمل ماكملش لا الإجهاضات اللي في الثلاث شهور الأولى كاتيجوري حاجة بأسباب خاصة بيها تختلف تماما لاختلاف عن الولادة المبكرة اللي بتحصل في الشهر الخامس وقلنا قبل كده وده اللي مطلوب إن حضرتك تسعي للبحث عنه إن الإجهاضات المبكرة سببها سوق جودة البوايدة اللي طلعت وتخصبته وده اسم كبير وعنوان كبير تحته عدة أسباب يجب البحث عن هذه الأسباب وقلنا قبل كده أن الولادة المبكرة اللي بتحصل في الشهر الخامس لها أسباب كثيرة لكن أكتر سببين هم ضعف عنق الرحم أو الالتهابات المهبلية غير المعالجة جيدة خلاص آخر حمل بقى حصل بقى له قد إيه ما عنديش حملة تاني وكل التحديل كريفهم لا اسمها ما حصلش حملة تاني أنا مدرك دي الجملة اللي كل عينينا يرفضوا إنهم يقولوها ما حصلش حملة تاني فأنا كنت مدرك دا وقلت بقالوا قد إيه ما حصلش حملة لا ما حصلش حملة أو بعد سبع سنين بقى دي سبع سنين كويس خدنا مدة طويلة أوه عشان نقول لتا والسبع سنين دول الدكاترة كلهم قالولك إنك تمام الدكاترة كلهم قالولك إنك زال فل وما فيكيش أي حاجة ومش باين سبب أنت ما بتحمليش ليه لأ مش باين وعملت كل إشعائي مش باين حاجة طيب حضرتك بس يعني رضي علي أبقى أولا قالولك مش باين سبب ما بتحمليش ليه تمام حضرتك قالولك إن ما فيش سبب واضح إن ما بتحصلش حملة ليه او ايوة ايه بقى التحاليل اللي انت عملتيا أو خليني أسأل أنا عملتي مثلا مثلا مخزون المبيض من البوايضات ايضا طلع كام مش فكر ومش بلا كام بس وعملت إشاعة لأ لأ حضرتك بصي من ساعة ما تكلمتي شوفي أنا بس باستخدم كلامي معاكي عشان أوري للناس صعوبة ممارسة هذه المهنة حضرتك مصرة إنك تقولي وعملت إشاعة وقالولي الرحم مقلوب سمعتها في النص وانت مصرة تصدريلي دي تمام وأنا مش عايز أسمع دي لأن ده حاجة أسألك قالولك إن ده يمنع الحمل ولا لأ فحاسمع كلام ما أنزل الله وبين من سلطان فأنا بسأل حضرتك عملتي تحليل مخزون المبيض من البويضات؟ آه ولا لأ آه عملته أيضا طلع كام مش فاكرة إذا كان طيب حد من الدكاترة اليوثق فيهم قال إنه كويس آه كلهم ده يدي كويس المبيضات شغيرة حلوة وبالتالي عمرهم ما كتبو لك علاج ولا الدكي تنشيط للتبويض وفندم أنا عمري ما خدت البرشام ده ولا يعني حاخدوا لأن دي برشامات أمراض نسا فلا أعرف فيهم للعدس ولا بسلة ولا الجزر خالص يعني فالأدوية بتتعرف بأساميها تمام؟ طيب يعني هم قالوا حضرتك الطبويض كويس جدا وكانوا بيدوكي حقنة لتنشيط الطبويض طيب ده كلام يعقل طيب بلاش طول السبع سنين ما حصلش حمل وما فيش سبب واضح فما حدش اقترح على حضرتك وقالك لو سمحتي فكري أنك تعملي حقن مجهري أو حد قال لحضرتك اسمعيني بقى في الجمل اللي هقولها وراء بعض دي حد قال لحضرتك إن إذا كان التشخيص ده صحيح وإن حضرتك عندك تأخر حمل مجهول السبب وإن سبقه إجهاض وإن عند حضرتك رحم منقلب للخلف اللي هو لا يمنع الحمل بأي صورة إن دي كلهم لما يتجيوا عبعض كده يعملوا مرض اسمه البطانة المهاجرة وإن هذا المرض لا يكتشف ولا يرى إلا بمنزار فمطلوب إن حضرتك تعملي منزار حد قال الكلام ده؟ الكلام اللي عند حضرتك سمعته مش مصبوط خلق قدينا قولنا مش أنا بقول لحضرتك إنك مصررة تقولي تبك المريضاتنا لا يمكن ينطقوا كلمة وبقالي كذا ما حصلش حمل ولما نسألهم يتفادوا ويروغوا فيه الإجابة نمرة اتنين هي بتبقى دخلة عايزة في جملة عايزة تقول هلنا يعني نقول لها بقالها عشر سنين ما بيحصلش حمل وعملت حقن مجهري من شهرين فهي جاية تحكيلي عن الحقن المجهري أحاول أسمع إلا من عشر سنين تقولي استنى بس وعملت حقن مجهري طلعت ست بويضات طب يا ستي ثانية واحدة قبل الحقن المجهري حضرتك عملت إيه؟ لأ وقت الحقن المجهري قالولي البيضات بتاعتك مش كويسة طب يا ماما إيه سبب اللجوء للحقن المجهري ولما عملت الحقن المجهري نقلولي جانينين يا ستي قبل الحقن المجهري استنى بس وبقيت الأجنة جمي جمدوها قالولي اتنين مش نافعين في التجميد واتنين نوعيتهم كويسة واتنين مش عارف نص نص وواحد جريد إيه واحد ده تفتكر الحقن المجهري فشل ليه؟ يا ستي يا ستي خليها نتكلم على إن ما بيحصلش حمل فهو كل مريضات تأخر الحمل دايما هي فيه نقطة جاية ولما نسألها الإجابة المصرية الشهيرة برضو عشان بس يعني من ضمن معاناة ممارسة هذه المهنة هما الدكاترة قالوا لحضرتك التشخيصات إيه؟ إن سبب إن ما بيحصلش حمل يقوم يا الرد آخر دكتور قال لي يا ماما مش معنى آخر دكتور حضرتك بقالك سبع سنين بتروح لدكاترة مش معنى آخر دكتور قال لي طب اللي قبل الأخير طب اللي من سنتين طب اللي من ثلاث سنين طب بداية العلاج لكن ما علينا هذا يعني جعل الله هذا في ميزان حسنتنا هذه من صعوبات ممارسة هذه المهنة زي ما بعرض لحضرتك دايما في الاتصالات دايما هتلاقوا إن ما فيش كلمة وما حصلش حمل وما حصلش بقالي كذا ربنا يا رب يدي كل محروم وياهب الناس جميعهم من خزائنه التي لا تنفذ إذا كان ما تقوليه صحيح فهذا تأخر حمل مجهول السبب وإذا كان تأخر حمل مجهول السبب دايو صاحبه راح منقلب للخلف زي ما قاله لحضرتك واللي زي ما أثبتته الأشعة سلاسية الأبعاد اللي حضرتك عملتيها واللي حضرتك بتقوليها زي ما تكون حاجة إنجاز وكأنها ستدرك كل شيء فالأشعة سلاسية الأبعاد دي حاجة هيلة جدا لكن فيه حاجات لا تدرك لإن فيه مشاكل في تأخر الحمل لا تدرك اللي بمنظار عشان كده فيه علم اسمو علم المناظير وعشان كده فيه ومعظم الحالات التي تحتاج لعمل منظار هي اللي عندها تأخر حمل مجهول السبب طيب ناخد شيء ماء مش هنقدر نعرض الفيديو يلا أيها حصل حمل تلات مرات وحصل فيهم إيه الحمل تلات مرات دول صجدت فيه صجدت في قد إيه تقريبا مدة الحمل كتقد إيه شهر إيه أيها وأول باحت شهرين وتاني وحصلت شهرين وبالتالك في خمسة في خمسة آه وبغض حقنة الكليكسان وهم قالوا لحضرتك إن حقنة الكليكسان دي هي الحل فأنت حضرتك بقى بترمهالي وخدت حقنة الكليكسان ومع ذلك برضو الحمل ما اكتملش فقالوا لحضرتك إن الحقنة دي هي الحل فيعني ما توجعش دماغك معايد أنا جابولي الآخر ومع ذلك برضو ربنا مش رايد مش كده؟ آه في الشهر الخزن المية حوالين البيبي قلت وميبي في الشهر الثالث المية حوالين البيبي قلت ولا؟ لا في الشهر الخامس الخامس المية حوالين البيبي قلت وهو ده الحمل اللي كنت بتاخدي فيك كليكسان آه وحضرتك وزنك قد ايه؟ وزن 75 وكنت بتاخدي كليكسان تركيزه قد ايه؟ ضغط كليكسان 40 وكنت بتاخديه كل يوم ولا يوم بعد يوم ولا مرتين في الأسبوع؟ لا كل يوم وانا عندي الغضة الدركية دي ملهاش علاقة بالقصة والمية لما قلت قالوا لحضرتك سبب قلة المية ايه؟ ضعف في وظايف المشيمة قدينة أنا جاوبتها ضعف في وظايف المشيمة هي المشيمة بتاعت البيبي او بتاعت الام دي الوسطة ما بينهم وجاية قدام وجاية وراء ملهاش علاقة باللي انا بقوله ها اللي جاية قدام وجاية الوراء ده مكانها تمام؟ او جاية التحت ده مكانها لكن الضعف وظايف المشيمة يعني المشيمة دي عبارة عن مضخة لا تضخ الدم بكفاءة للجنين وبالتالي يبقى مش متغزي كويس وبالتالي ما يخرجش بول كويس وبالتالي المية اللي حواليها تقل دي سبب رئيسي لسبب ان ما يحصلش ان المية او ان المية تقل كده طيب قالوا سبب ان المية قلت ضعف في وظايف المشيمة WA OLA كان فيه تشوهات مثلا في الجهاز البولي او الكيلة بتاعت الجنين لا هما قوله للكيلة بتاعت البيبي مش بتنتج مية كفية اه يبقى هو ده السبب خلاص هما دول السببين الرئيسيين السببين الرئيسيين اللي خلو المية قليلا جدا ضعفه في وظائف المشيمة وده صعب يبقى موجود ان تتخذي الكليكسان او ان يبقى فيه مشكلة في تكون الجهاز البولي للجنين واكتر لو الجنين ده كان ذكر فتبقى الكلية بتاعته ما بتتكونش كويس ما بتشتغلش كويس ما بيطلعش بول والبول ده مكون رئيسي للميا اللي حوالين الجنين فنلاقي الميا اللي حوالين الجنين قليلا جدا 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 تكاد تكون منعدمة وبالتالي لازم ننهي الحمل لان هذا الحمل لن يكتمل واذا اكتمل سيضيف تشوهات اخرى للجنين لعدم موجود ميا الى جانب حالة الكلة بتاعته ده عنده فشل كلاوي مبكر جدا ربنا يعوض عليك والحكاية دي بقى لها قد ايه ما دلوقتي بيقولوا لعمل المنزل ما انت بحاجة براحة من لا استني بس استني استني عشان حضرك ما قلتيش الجمل والحكاية دي بقى لها قد ايه ايه الحكاية دي بقى لها قد ايه شهر ونص شهر ونص طيب حضرتك عندك حاجز رحمي حضرتك ما قلت لهومش كده هو الحاجز الرحمي ده هو سبب ان الكلية بتاع الجنين تشوهت ما هو الحمل اللي ما اكتملش بسبب ان الكلية متشوهة فانتو بتقولولي عندك حاجز رحمي وشي ليه يبقى الحاجز الرحمي ده هو كان سبب ان الكلية متشوهة طب وذا كان هو مش سبب عايزين تشوهولي ليه طب وذا كان هو السبب ليه ما قلتليش عليه انه يتشال من قبلها الحاجز الرحمي ليس سبب لتشوهات الكلة والحاجز الرحمي ليس داعي في حد ذاته أن احنا ندخل الستة العملية لإزالته ما لم يكن هناك مشاكل أخرى وباللي حضرتك بتحكيه لا أرى أن الحاجز الرحمي هو سبب لمشاكل ولا يحتاج ليتشال فهو يقينا ليس سبب الإجهاضات المبكرة حيث الإجهاضات المبكرة سببها السوق جودة البويضات وليس يقينا سبب تشوه كلية الجنين أكيد يعني طيب يا دكتور أنا أعمل الموضوع يعني عشان أعمل أنت أحيش الموضوع الحاجز ذويتي ولا أديمه ملوش دروس طيب هو يبدو أن حضرتك ما سمعتش اللي أنا قلته أنا حطلب من حضرتك أن تسيبي السماعة بتاع التليفون وتقفل السكة واللي جنبيك وحواليك يقولولك أنا قلت إيه وتشوف البرنامج في الإعادة هتلاقي أنا قلت إيه بالنسبة للحاجز الرحمي لكن نهاية الحكم على الحاجز والقرار فيه لمن يرى الحالة بعينه وليس من يحكى له عنها زي كده معنا تصل تليفوني آخر دي واحدة طيب ممكن نشوف جزء من الفيديو كافة ديها الفيديو التاني إذا كان وصلكم عشان وحنستعرضه المرة الجاية كله إذا كان جاهز الحمل في العادي حدث سعيد لكن أحيانا يصحبه مشاكل الحمل خارج الرحم من أكثر هذه المشاكل التي قد تحدث مع الحمل في بداياته وقد يؤدي إلى إنهاء حياة السيدة كيف يختلف الحمل خارج الرحم عن الحمل الطبيعي اللي قدام حضراتكو ده حمل طبيعي انزرع داخل جدار الرحم أما الآن فده حمل خارج الرحم موجود في الأنبوبة اللي موجودة على يمين الشاشة وهي الأنبوبة الشمال هذا سيؤدي يقينا لفقدان الحمل وقد يهدد حياة السيدة حيث سوء الأنبوبة قد تنفجر سبب الحمل خارج الرحم في موظم الأحيان هو التساقات التهابات سوء في حالة الأنبوبة ضيق اختناق في الأنبوب الأنبوبة الضيق لا يسمح لهذه البوايدة المخصبة أن تصل إلى تجويف الرحم وتنزرع فيه نسبة الحمل خارج الرحم ما بين 1% ل2% من كل السيدات الحوامل من كل 106% هتحمل عندنا 1 أو 2% هيجي لها حمل خارج الرحم أكتر من 98% منهم هيكون الحمل خارج الرحم ده في الأنبوبة لكن هناك حالات أخرى قد يحدث فيه المبيض أو في البطن أو فيه حتى مكان جرح القيصرية السابق السبب الرئيسي التهابات الحوض والتهابات الأنبيب وسوء حالة الأنبيب ده أسباب الرئيسية للحمل خارج الرحم وتمثل عوامل خطر السيدات المدخنات اللي عندهم عملوا جراحات قبل كده اللي استخدموا لولب قبل كده دول أكتر الناس عرضة لإن يحصل لهم حمل خارج الرحم استاتل عندهم مرض البطانة المهاجرة يزيد من نسب حدوث الحمل خارج الرحم الأعراض الرئيسية ألم شديد في أسفل البطن مع دوخة وهمدان وإحساس بعرق غسير لو الست فقدت كمية الدم كتيرة مع نزيف مهبلي وقد يصاحب ده نزيف داخلي الاختبار الرئيسي إن إحنا نعمل اختبار حمل فنلاقي اختبار الحمل موجب لأنه حمل في النهاية زي أي حمل لكن إذا عملنا اختبار الحمل الرقمي في الدم هنلاقي الرقم أقل شوية من الرقم المتوقع ولما نيجي نتابعه نلاقي مستوى الزيادة في هرمون الحمل ليست زيادة مثالية فنبتدي نشك إن الحمل ده مش طبيعي لكن التشخيص اليقيني إن إحنا نضيف للحمل اختبار الحمل الرقمي سونار مهبلي في بعض الحالات قد يمكننا إدراك صورة الحمل وأحياناً نجد الرحم فاضي والاختيارات للعلاج اختيارات العلاج إما العلاج التحفظي بحقنة الميثوتروكسيت إذا كانت ست حالتها مستقرة وهرمون الحمل مش عالي قوي ما بيزيدش قوي حجم الحمل خارج الرحم صغير وما فيش نزيف داخلي شديد ومتابعة انخفاض هرمون الحمل بعض الحالات قد لا تستجيب وهذا يستدعي متابعة دقيقة لأن بعض الحالات قد تنفجر الأنبوبة في لحظة واحدة وهذا العلاج الكيماوي هو في نفسه له بعض الأضرار وبعض المشاكل وبعض التأثيرات والأثار الجانبية وبالتالي استخدامه محفوف بمخاطر الجراحة كانت الجراحة قديماً فتح البطن واستقصال الأنبوبة الآن الجراحة الأحدث والأفضل هو عمل منظار والتعامل مع الحمل خارج الرحم إذا أمكن وإزالته من الأنبوبة والحفاظ على الأنبوبة والست تقدر تروح بيتها بعد عدة ساعات فقط بثقوب في بطنها دون فتح البطن ويمكن لمعظم السيدات خلال سنة ونص من الحمل خارج الرحم وعلاجاته أن يحملنا بحمل طبيعي ويكتمل الحمل على خير حيث أنبوبة واحدة قد تكفي للسيدة لحدوث الحمل بصورة طبيعية هل يمكننا منع الحمل خارج الرحم؟ الإجابة عموماً لا لكن إذا كنا نقدر نبطل التدخين نتفادى للتهابات في الحوض نتفادى الأمراض المنتقلة بالعلاقات الجنسية ده حيقلل شويتين الحمل خارج الرحم السيدة اللي حصلها حمل خارج الرحم وفقدت الحمل ثم كادت حياتها أن تفقدها وفقدت أنبوبتها أو كانت على وشك أنها تفقدها تحتاج إلى تدعيم ومسندة جيدة من طبيبها نمرة واحد بشرط أنه يكون فاهم اللي احنا بنقول عليه ده كفاية كده؟ هنستكمل الحديث عن الحمل خارج الرحم ونرى الجزء الأخير من الدراما التلفزيونية والمسلسل المتلاحق عن الحمل خارج الرحم في الحلقة القادمة كل عام وحضراتكم بخير وقد تكون آخر أيام آخر حلقات الشهر الكريم كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة والمعلومة الصحيحة جينا وبإذن الله ربنا يجعلنا دائما محل ثقة حضراتكم وبشرة خير وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولسيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير 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 الصبر مدعبو هتهود بتحلت الحمل دي نعمة وقايا محتاج منا لرعايا